اشتركوا في القناة اذن الله النحاردة هنتكلم عن فرصة ممتازة جدا. بس قبل ما اتكلم عن الفرصة دي حاب اوضح لدي قناتنا وقناة منح من كل الالوان. عليها فرص ومنح كتيرة جدا. بالاضافة كمان ده اه الويب سايت الرسمي الخاص بينا. هتلاقوا عليه منح كتيرة جدا. فياريت تصفحوا القناة والويب سايت. عشان تتعرفوا على احنس المنح الدراسية. اه كمان اه ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس صوير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. منحة النهاردة هي عبارة عن فرصة تدريب وعمل في بريطانيا. وهي فرصة ممولة بالكامل ومتاحة للجميع. الفرصة بتاعت النهاردة للناس اللي بتدور على العمل او تطوع او تدريب الفرصة دي موجهة ليوم. تمام? طيب اه بالنسبة بقى للتفاصيل. الدولة اللي هيكون فيها التدريب ده والعمل هي بريطانيا في مدينة لندن. تمام? بالنسبة للجهة المانحة. العمل ده يا جماعة هيكون فيه اه فندق اسمه سانت جيمس هوتين. تمام? ده موجود في مدينة لندن. وده يعني يعتبر زي فندق ده اه ممكن نقول عليه زي هوستل. تمام? وآآ يعني بيكون سعره رخيص. آآ بيستقبل زوار آآ كتير جدا ويعني معروف في لندن. تمام? آآ بالنسبة للمرحلة الدراسية المتاح لها الفرصة دي. الفرصة دي جماعة متاحة لجميع المرحلة دراسية. سواء طالب او خريج او دبلومات متاح انك تقدم. يعني سواء انت مسلا في اخر سنة من السنوية العامة وفي السنوية العامة. سواء آآ بتدرس او مجيستير او دكتوراه. سواء متخرج وبتشتغل. سواء انت خريج دبلوم. ملهاش علاقة خالص بالمرحلة الدراسية. لانها فرصة عمل وتدريب. وليس دراسة تخصص بعين. تمام? فهي متاحة للجميع. مدة التدريب والعمل في المنحة دي. الحد الادنى للاقامة في الفندق. يعني تشتغل في الفندق. الحد الادنى تلات شهور. ما ينفعش تعد اقل من تلات شهور. تمام? والحد الاقصى للاقامة سنة كاملة. وممكن تعد معاهم حد اقصى سنة كاملة. تشتغل معاهم. تمام? وكمان في في حاجة هنوضحها لكم بعد شوية انك كمان بعد التدريب ده ممكن تشتغل معاهم بصفة دائمة. آآ بالنسبة بقى لموعد بدء التدريب والعمل. موعد بدء التدريب والعمل بيكون بالتنصيق بينك وبين الوتيل. تمام? على حسب على حسب الوقت المتاح لديك والوقت المتاح لديهم. يعني يعني ده عمل وده فندق آآ موجود يعني على طول بصفة دائمة. تمام? فبالتالي انت بتنصق معاهم امتى انت ممكن تشتغل وامتى انت ممكن تاخد التدريب ده. وهم بيرتبوا معاك المعادل المناسب لهم برضو. وتب تشوف المعادل المناسب لك. وتشوف بتقدر تسافر اليوم امتى وتجهز اوراك امتى. تمام كده? طيب. بالنسبة لاهداف التدريب والعمل ده. ايه الاهداف وانت هتشتغل آآ ايه في الفندق ده وهتعمل ايه. بيقولك ان التدريب ده والعمل بيتضمن خمس ايام في الاسبوع. هتشتغل خمس ايام في الاسبوع من تمانية صباحا الى تلاتة مساء ده الشفت الصباحي. او هتشتغل من تلاتة مساء حتى آآ عشرة مساء ده الشفت المساء. تمام? والعمل ده هيتضمن تناول وجبة الافطار على سبيل المسال اللي هو ان انت هتساعد الضيوف على تناول وجبة الافطار اللي هو في الدوام الصباحي. تمام? آآ التنظيف بعد الافطار. تمام? آآ اللي هو سواء بقى في المطبخ او في الغرف الهوس آآ والحاجات دي كلها. تمام? كمان غسيل وتكفيف وطهي اخطية السرير. آآ ده برضو من ضمن الاعمال. كمان مساعدة موظفين لاستقبال الرئيسيين على سبيل المسال عرض الضيوف على غرفهم. انت مسلا ممكن تشتغل في الرسيبشن آآ تساعد الضيوف او تبقى زي جايد ليهم كده عشان آآ ترشدهم للغرف بتاعتهم ورقم آآ الغرف وما الى زي. فدي كلها حاجات يعني جميلة جدا وانت كده بتاخد يعني خبرة كبيرة وبتشتغل في مجال آآ والحاجات دي كلها فده بيساعدك اكتر على تطوير خبراتك في هذا المجال. تمام? طيب. بالنسبة للتمويل المتاح في المنحة دي. آآ المنحة دي او الفرصة دي فرصة العمل دي ممولة بالكمل. آآ حيس ان التدريب والتطوع هيكون بالمجان انت تاخد الاول تدريب على كيفية العمل ازاي آآ تشتغل ازاي ترشد الزوار آآ هيدربوك على كل الحاجات اللي انت المفروض تعملها في البداية تمام? فده هيكون ليك بالمجان. كمان هيكون فيه كورسات لتعلم اللغة الانجليزية ايضا. آآ المنحة دي يا جماعة او الفرصة دي قالت ان اللغة الانجليزية مش مطلوبة بشكل الزامي. تمام? آآ يعني مستوى ضعيف خلص في اللغة الانجليزية ما فيش مشكلة. هما بيقدروا يوفروا كورسات لتعلم اللغة الانجليزية ايضا زي ما هما ذكروا على موقعهم الرسمية. كمان هيتم استيعاب المتطوعين والناس اللي هتشتغل في السكن الفندوقي في سكن هايكون موجود لهم. كمان واجبات الطعام التابع للفندق. هيكون فيه واجبات طعام برضو هتكون على حساب الفندق. تمام? كمان هيتم تزويد المتطوعين براتب شهري مناسب في زي آآ راتب شهري او زي آآ بوكيت ماني كده زي ما بيقوله بتاخده. تمام? ده عشان تقدر تمشي به نفسك آآ غير طبعا انت عندك السكن واجبات الطعام بالمجان وعندك كمان راتب شهري كده لاحتياجاتك الشخصية. تمام? المتطوعين ايضا قادرين على طبخ طعامهم برسوم ازا يريدون. لو انت عايز تطبخ مسلا اكلك بنفسك بتقدر عادي انك تعمل ده. كمان وسائل النقل هتكون على الحساب المنحة. آآ الاوتيل ده انت الاقامة هناك في آآ في لندن هتعطيك زي بطاقة كده. البطاقة دي بتقدر استخدمها في وسائل النقل بدون دفع اي رسوم. كمان فرصة التدريب والعمل هو توفر ليه خطاب دعوة الحصول على التأشيرة بكل سهولة. تمام? آآ في حاجة اسمها آآ سواء انت منحة سواء فرصة تدريب سواء عمل سواء اي حاجة بيوفروا لك زي خطاب دعوة ده بيساعدك على الحصول على التأشيرة بكل سهولة بدون تعقيدات. كمان هيكون فيه اموال اضافية للسفر الترفيه في قطرة اتناهات الاسبوع. انت عندك شغل لخمسة يام في الاسبوع. اليومين التانيين بيكون فيهم رحلات وممكن كمان انت تستغل لهم آآ آآ زي ما انت عايز يعني سواء انت هتخرج مسلا مع نفسك او هتخرج فيه تنظيم تبع الفندق فده حاجة برضو كويسة جدا. وكمان ازا انت من الاشخاص الجايدين في اسناه التدريب في البداية هيكون متاح لك العمل بدوام كامل وبشكل مستمر وبراتب ممتاز بعد انتهاء التدريب. ممكن تشتغل معهم بدوام كامل آآ وبشكل دائم في الفندق ازا كنت من الاشخاص الكويسين وش هو لك كان كويس. تمام كده? فده بالنسبة للتمويل اللي بتوفره المنح. وهنا عندنا رابط جروباتنا الواتساب ورابط جروبنا على التريجرام نضموا لها برضو عشان آآ تصلكم احلس المنح الدراسية. بالنسبة للدول المتاحة للتقديم متاح التقديم لجميع الدول سواء انت من دولة عربية افريقية سواء بتقدر تقدم على الفرصة دي بكل سهولة. عندنا بعض الملاحظات هنا ان الفرصة دي ليس بها حد اقصى العمر لتقديم فيها. سنك كبير سنك صغير وتقدر تقدم عليها. تمام? ولكن يفضل ان السن ما بقاش اكتر من خمسين سنة. تمام? يعني اقل من خمسين سنة تمام. اكتر من خمسين شوية بيكون صعب. ولكن هي مفيش آآ حد اقصى العمر فيها. ولكن انا بقول يفضل عشان انت متقدمش على الفاضي. تمام? اكتر من خمسين سنة يفضل بلاش. آآ كمان ليس مطلوب خبرة في هذا العمل. حيث يكون هذا تدريب. يعني انت مش مطلوب منك. آآ يكون عندك بقى سنة خبرة في آآ في الشغل في الفنادق او الحاجات دي كلها. لأ. انت هتاخد تدريب في البداية يعرفك على كل التفاصيل. آآ كمان الفرصة دي اللي تحتاج شهارة لغة للتقديم فيها. كمان متاح الجماعة المراحل من طلاب وخارجين ودبلومات وهن مختلف التخصصات. بالنسبة للاوراية المطلوبة في المنحة دي. اول حاجة انت بتملق المنحة اونلاين بتملق بشكل كويس بتملق. تمام? آآ كمان آآ بتعمل بتاعك ويفضل ان هو يكون على الطريقة الاوروبية بشكل احترافي ومنسق. وكمان بتكتب مقالة النية اللي بتبعتها للمنحة. وزي ما قلناك كفية التقديم بتملق وبترفق فيه كل هزي الاوراية. بالنسبة لاخر معادل التقديم في المنحة دي او الفرصة دي هو واحد وتلاتين يوليو الفين واحد وعشرين. ده ده اخر معاد للتقديم لفرصة التدريب والعمل. تمام كده? طيب. كمان هنا عندنا بعض الملاحزات ما تنسوش ان قناتنا وقنات منح من كل الوان بتوفر خدمات اضافية. زي اللي احنا بنوفر منح دراسية مضمونة الاقبول مية في المية في الصين. كمان خدمة التقديم بشكل احترافي لأي فرصة ومنحة انت عايزة. يعني لو عايز تقدم على الفرصة دي من خلالنا متاح. وكمان خدمة تجهيز الاوراق. وخدمة التقديم على الكورسات. تمام? ولو عايز اي خدمة من الخدمات دي بتلاقي رابط استمرت كل الخدمات فيه صندوق الوصف اسفل الفيديو ده. وكمان اسفل مقالة. هنا في الجزء ده بتلاقي رابط خدماتنا. بتملق الخدمة اللي انت عايزها وبنتواصل معاك ومنرتب ليك كل شيء. طيب خلينا دلوقتي نروح نشوف بقى آآ قبل موريكم الاعلان الرسمي خلينا دلوقتي نروح نشوف الفندق ده. هوريكم كده نظرة سريعة على الفندق. ده بتاع الفندق. يعني آآ فندق آآ ممتاز جدا. هنا بيعرفك على يعني آآ هنا دي صور الجيم اللي موجود في الفندق. شكل الغرف في غرف مشتركة وفي غرف خاصة. تمام? آآ اللي هو آآ هنا اللي موجودة في الفندق ده والامكانيات اللي موجودة فيه. هنا دي بعض الصور. تمام? عن الفندق. آآ مكان الطعام. ده المطبخ. كل ده بتلاقيه هنا. تمام? ودي غرف بتكون بشكل خاص. فبتلاقي يعني تفاصيل كتيرة جدا. وكمان الفندق ده بيكون مزود بفري واي فاي. بتقدر تستغنمه كمان. يعني فاصلتز كتير وامكانيات كتير. وصراحة يعني ممتاز جدا. وفندق ممتاز جدا. تمام? طيب خلينا دلوقتي نروح نشوف بقى الاعلان الرسمي المنحة. تيجي تضغط على كلمة الاعلان الرسمي ده. عشان نفتح معاك كل التفاصيل الفرصة اللي انا قلتها. وزي آآ يعني ايه الاشياء اللي هما شاملنها. تمام? ده الاعلان الرسمي. تمام? اللي هو آآ زاكرين هنا التفاصيل. المدينة اللي هيكون فيها لندن واسم الفندق. تمام? كل التفاصيل هنا. آآ بيقولك آآ تمام? وهنا دي التفاصيل الاشياء اللي انت مطلوب منك تعملها اسنية التدريب والعمل. آآ ممكن تقعد على الاقل تلات شهور. تمام? فيعني صراحة آآ فرصة ممتازة جدا. خلينا دلوقتي نروح نشوف بقى كيفية التقديم. تيجي تضغط على كلمة تقدم الان دي عشان يفتح معاك التقديم. تمام كده? طيب خلينا اوضح لكم حاجة. آآ الموقع ده جماعة اسمه آآ تمام? وده الموقع ده انا شرحت عليه فرص سابقة كتير جدا. فمنعا للتكرار انا سيب لكم فيديو آآ في صندوق الوصف اسفى الفيديو ده. آآ هيكون موجود في آآ شرح آآ كيفية التقديم على الويب سايت ده وازاي تملى فيه. وازاي ممكن تقدم لأي فرصة عليه. وبالتالي انت هتتابع نفس الخطوات وهتشوف ازاي ممكن تقدم للمنحة دي وترفق في الاخر خطاب النية وترسل بتاعك للمنحة. تمام? عشان بس منعا للتكرار. فبكده يبقى احنا شرحنا كل التفاصيل. فرصة ممتازة جدا. آآ اخر معايد واحد وتلاتين يوليو الفين واحد وعشرين. كمان ما تنسوش خدمتنا الاضافية لو حابين تقدموا بشكل احترافي من خلالنا. وان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق والابول ليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.